تحياتي وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من رصد خبري اللي بيجيكم مني أنا محمد عواد عبر قناة سيرفيسبورت اللي أكتر تنوعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى عشان هيك دائما بقولكم تشتركوا فيها باريس سان جيرمن كان دائما متهم في الفترة الأخيرة بأنه بيعمل سوق انتقالات عشوائية سوق انتقالات إما بتخلق عدم توازن بين الهجوم والدفاع أو بتخلق فريق أساسي قوي بلا دكة وهذه المشكلة خلت توماس توخيل مدربهم السابق ينتقد الوضع علنية أكثر من مرة ووسطة الأمور بينه وبين الإدارة أنه يرحل إلى تشيلسي ليتوج هناك بلقب دور أبطال أوروبا لكن لازم نعترف أنه سوقهم هذه المرة في صيف 2021 تبدو أكثر حكمة أكثر هدوءا أكثر انتقائية وأفضل من حيث النظرة الاستراتيجية من الأسواق السابقة كلها الفريق حتى لحظة تسجيل صوت هذا الفيديو ضم أربع لاعبين سيرجو راموس قلب دفاع فينالدوم خط وسط أشرف حكيمي ظهير أيمن بمزايا هجومية وحول صفقة إعارة دانيلو بريرا للشراء كامل وهناك أيضا الحارس دوناروما حيكون على الطريق بعد نهاية اليورو ليعلن عن انتقاله المجاني وقتها ومن المتوقع الفريق أيضا يبدأ بترفيع اللاعب المشهور تشافي سيمونز لاعب خط الوسط الهولندي الشاب البالغ من العمر 18 سنة واللي فيه منه طبعا توقعات كبيرة يعني باختصار بنحكي عن 6 صفقات حتى الآن لسان جيرمان ميزة هذه الصفقات بتنوع إضافتها راموس بيعطي بكتينو القدرة يلعب بثلاث قلوب دفاع مميزين بجانب ماركينيوس وكم بيمبي كما أعطاء قائده لاعب بروح عالية ومفيد في المفاجآت الهجومية والحديث دائما عن سيرجو راموس أما في نالدوم فهو لاعب بشخصية قوية متنوع بمراكز خط الوسط وأشرف حكيمي هو ظهير أيمن هجومي مميز بيعطيهم فارق كانوا بحاجته في وقت من الأوقات في مواجهة مانشستر سيتي على سبيل المثال في الموسم الماضي دوناروما حارس المستقبل اللي حينافس نافاس لمدة موسم ثم حيكون إله سنوات طويلة كحارس سان جيرمن واللي جاء مجانا دانيلو بريرا طبعا خيار دفاعي بحت في خط الوسط وبيقدر يلعب كقلب دفاع احتياطي وتشافي سيمونز حيكون خيار الشاب المتحمس اللي بيبدأ تجهيزه من الآن هذا السوق الجميل من سان جيرمن جعلت عنده لاعب في كل مركز بيختلفوا بعض الشيء من حيث المزايا هذا الشيء بيعطي المرونة لبوكتينو وبوفر للفريق الخيارات حتى يصمد في المواقف الصعبة بل إنه يملك الآن بعض الفائض من اللاعبين اللي عليه بلش يبيحهم أو يسمح لهم بالرحيل على سبيل الإعارة حتى أكون صريح هناك من بيشوف إنه كل هالسوق العظيمة من سان جيرمن بتحتاج لرأس حربه غير إي كاردي رأس حربه بيحسم هناك من يتكلم عن كريستيانو رونالدو ولكن وضع رونالدو مع إنبابو نيمار بفريق واحد يبدو غير منطقي من الناحية المالية في ظل قوانين اللعب المالي النظيف إنت عندك رواتب عالية بالأساس زي ما هو معروف بالنسبة لكم هل بتعتقدوا إنه سان جيرمن قام بسوق كامله تؤهله ليخوض نهاي دور أبطال أوروبا من جديد؟ ترجمة نانسي قنقر